والحديث عن الموضوع معنا من بغداد المحلل الإقصالي عبد الرحمن المشهداني مرحبا بك معنا سيدة عبد الرحمن في ظل تضافر عدة محركات للسوق يعني العقوبات الأمريكية على فنزويلا وتراجع إنتاج أوبك من الخام إضافة إلى تراجع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة هل تفاعلت السوق بنفس مستوى هذه الأحداث؟ أنا أعتقد أنه نعم تفاعلت كل هذه الأحداث في السوق النفطية ودت إلى ارتفاع مستويات الأسعار وأعتقد أنه براضافة إلى الجانب الاقتصادي يبقى الجانب السياسي هو المحرك الأساسي في السوق النفط العالمي كيف تتوقع المصار إذن؟ ما هو المستوى المستهدف للأسعار؟ لا لا هو المستوى الأسعار ليس في يد الدول المنتجة اليوم الأمر مرهوم بالأزمة السياسية مع فنزويلا بالدرجة الأساس وأعتقد أنه هذه الأزمة لن تطول كثيرا خاصة مع اعتراف مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي برئيس البرلمان الفنزويلا كرئيس مؤقت لإجراء انتخابات وأنا أعتقد أنه هذا الأمر بما أن تحل هذه الأزمة السياسية حتى تعود الأسعار من جديد إلى الاستقرار لأنه هذه تقلبات مرهونة بالأوضاع السياسية بالدرجة الأساس حتى وإن حافظت أوبك على سقف الإنتاج لكن أنا أعتقد أنه سيبقى التقلب بين الستين وربما أقل من ستين ثمانية وخمسين واثنين وستين دولار ثلاثة وستين دولار خلال المرحلة القادمة إذن مع قرار تفعيل جولة جديدة من الأقوبات على فنزويلا هل تعتقد أنه مسار الأسعار سيتجه إلى الصعود في الأيام المقبلة؟ فنزويلا هي واحدة من البلدان المصدرة لكن الحقيقة رغم امتلاك احتياطيات كبيرة لا تصدر الكميات النفط الذي يصدر فنزويلا أقل من مليون برميل ويصدر 70% إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتضرر نتيجة هذه العقوبات أنا أعتقد أنه إذا سمرت التفاعل العقوبات خلال المرحلة القادمة وعدم زيادة المنتجين من الدول الأخرى أنا أعتقد أنه سترتفع الأسعار لكن معدلات الارتفاع لن تكون بشكل طفرات وإنما تكون انسيابية ومعدلات قليلة شكرا جزيلا شكرا المحلل الألط صديق برحمن المشهداني كنت مانع برششة الغد من بغداد ترجمة نانسي قنقر